الانتخابات النيابية تبدأ والمصريون يشهدون الخطوة الأولى لتشكيل ملامح أول برلمان منذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتح السيسي لعزل أول رئيس تنتخبه مصر في تاريخها إذن وبعد عامين من التأجيل والمواقف السياسية لحكومة يقول مراقبون إنها الأسوأ تأتي انتخابات لاختيار برلمان يعزز سلطة الفرد التي أطاح بها الشعب في ربيع الخامس والعشرين من يناير لا معارضة في المشهد السياسي المصري والانتخابات تمثل وجها واحدا هو وجه الانقلاب ومؤيديها هذا ما يراه مراقبون مصريون من الداخل ويؤكدون أن البرلمان لن يكون ثوريا أو إصلاحيا ولا يشكل معارضة حقيقية تكبح جماح سلطة الرئيس وتفرده بصنع القرار 568 عضوا هم من سيشغل مقاعد البرلمان المصري لخمس سنوات مقبلة نصف المرشحين إليه كانوا أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك هذا ما خالصت إليه صحيفة الأهرام في إحصاءاتها حول الانتخابات الحزب المنحل إذا يعود إلى واجهة المشهد السياسي بقوة من خلال نفق الانقلاب وقادة الثورة والربيع المصري يقبعون خلف القطبان وتغيب القصري والصمت